حيث أعلنت هيئة نزاهة توقيف أحد المسؤولين السابقين في جمارك المنطقة الغربية ومنفذ طريبيل الحدودي بتهمة التضخم الحاصل في أمواله النزاهة أوضحت في بيانها أن قيمة التضخم في أموال المسؤول السابق ناهزت 38 مليار دينار مشيرة إلى امتلاك أحد أبناء المسؤول مستشفى أهليا وعمارة تجارية وعقارات أخرى فضلا عن حصته في أحد الشركات وامتلاكه حصة في عقار خارج العراق وإداعة في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن بقيمة 9 مليارات دينار عراقي وأضافت النزاهة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت أمرا بتوقيف المسؤول السابق وفقا لإحكام القانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وكشفت مصادر لديجلا أن المسؤول الذي أصدرت بحقه محكمة جنايات النزاهة أمر توقيف هو محمد حنش محمود معاون مدير جملك منفذ طريبيل الحدودي سابقا هذا وأوضحت المصادر لديجلا أن محمد حنش تبوأ أيضا منصب معاون مدير جملك منفذ طريبيل سابقا حصلت قناة ديجلا على وثائق حصرية تظهر إداعات المتهم محمد حنش في مصارف خارج العراق بحسب الوثائق فإن قيمة الإداعات وصلت إلى 9 مليارات دينار بحسب بيان رسميا من هيئة النزاهة اشتركوا في القناة